تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 405 قضايا تموينية بمضبطات بلغت أكثر من 97 طن مواد غذائية وغير غذائية كما تم ضبط أكثر من 38 طن مواد غذائية وغير غذائية في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة وضبط قرابة 47 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فيما تم ضبط 12 طن أسمنت في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء وضبط 606 قضايا في مجال قضايا المخابز من بينها 146 قضية خبز ناقص الوزن و149 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتدول القمح المحلي تم دبط سبع قضايا بمضبطات بلغت قرابة 22 طن أقماح محلية